موسيقى شكراً قرسيف زوم قناة 13 على المواكبة لتظاهرة الفتح ماء كالاتحاد محلي طبيعة الاتحاد المغربي للشغل قرسيف لقلد هذه الدكرة لها السنة 2024 طبيعة الحال كباقي ربوع وطن وكباقي طبق العاملاء المستوى العالمي المستوى قرسيف طبيعة حاله احتجاجنا سيكون على مجموعة الخدمات الأساسية ومجموعة الانتهاكات التي تصرفها الحقوق الشغلية وأيضاً الحريات النقابية كما وقبته كان سنة عدة مضايقات فيما يخص حرية العمل النقابي ورفض السلطات المحلية سليم وصولة الإيداع أيضاً هناك عدة فرقات البنود مدونة الشغل لا سواء في قطاع المناولة أو في قطاع الخاص أيضاً كما يعرف الجامعة بأن المغرب يعرف واحد الموجهات الغالاء واحد الموجهات لتدور القدرة الشرائية واتحان المغرب البقرسيف كما أهتموه ما سيكون إلا إلى جانب الفئة الشعبية من الاحتجاج على التدور والأوضاع ومن أجل زيادة في الأجور كان حوار الاجتماعي مؤخراً لأفضل مجموعة النتائج التي نعتبرها نسبياً سيصفف من الأزمة ديال الطبقة العاملة ولكن الأوضاع يعني أكثر أكثر بؤسان وأكثر عداو تطلب الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لا سواء المستوى المركزي ولا أيضاً تفعيل تفعيل الاتفاقات والقواني الجاري بها العمل المستوى المحلي كان أعرف بأن يتم الحديث على السميك والرفع منه إلا أن كان أعرف المجموعة ديال الوحدات الإنتاجية والمقاولات ما كيتبقوش سميك نذكره على سبيل المثال على سبيل الحصر العمال المناولة سواء في المؤسسات التعليمية سواء في الصحة سواء في الطبق سواء النظافة مجموعة القطاعات اللي كاتعرف هذه الانتهاكات هذه بطبيعة حال نحن نظن مستمر أيضاً على هذا الحق هذا أيضاً أنه كجزء لا يتجزأ الساكنة الإجرسيف كتهمنا مجموعة المطالب الاجتماعية كإخراج مستشفى إقليمي وتجويده بتخصصات اللازمة المستشفى إقليمي اللي طال انتظار دياله كانت وعود وكان كلام كثير عليه بأنه سيتم الإخراج دياله بأنه سيكون في القريب العاجل إلا أنه لحدود الساعة ما زال مخرج للوجود وما زال المعاندة للساكنة فهذا المجال هذا المجال الصحي بالإضافة كما قلت إلى نقص العديد من التخصصات بهذا المستشفى هذا وبالتالي يتطلب أن هذا الإقليم للحديث النشأ أنه تعطي واحد المجهود إضافة في مجال يعني للخدمات الاجتماعية والموارد البشرية باش أنه يصبح كباقي الأقال من الأخرى كتوفر على هذه الخدمات الأساسية إذن نحن نخلد هذه الدكرة هذه في هذه الأوضاع هذه كالتحال مغربي الشغل لم توجدين غفات حماية لم توجدين طول السنة توجدنا اليومي إلى جانب الطبقة العاملة إلى جانب الشغلة وسنستمر في نظرنا هذا وفق هويتنا ومبادئنا كتحال مغربي الشغل لإستقلالية والوحدة والتدعمون وشكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابعونا وفلاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر